تتابع وزارة التنمية المحلية مع جميع المحافظات توفر السلع الأساسية والمواد الغذائية في الأسواق للمواطنين وجهود ضبط الأسعار خلال أيام شهر رمضان المعظم هذا وقد وجهت الوزارة بمتابعة حركة الأسواق وتوفر السلع وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين طوال أيام الشهر الكريم وكذلك المرور الميدانية على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر التي تمت إقامتها للبيع لبيع السلع الغذائية والتوسع في معارض أهلا رمضان في المدن والمراكز فضلا عن استمرار الحملات الرقابية على الأسواق وضبط الأسعار